هلا يا عبا وصلنا لمنو وصلنا لحرف الاس وهذا حرف الاس باللغة الانجليزية كابي ترسمو الحالة الاولى من حالات حرف الاس انه يلفط س متل السين باللغة العربية شوف لي هاي الكلمة اشتلفظها س وآ س ود ساد ما عندك مشكلة كلمة مثل كلمة س وآ سا ونا سان ود سان س وآ سا ون سان وت سانت فما عندنا اي مشكلة بي يلفط س الحالة الثانية من حالات حرف الاس انه لا يلفط متى لا يلفط من يكون قبله حرف الاي وبعده حرف الال فاذا ما راح نلفط حرف الاس مثل استاذ عندك هاي الكلمة مكتوبة اسلاند مكتوبة اسلاند ولكن احنا ش راح نلفطها راح نلفطها آيلاند آيلاند زين نشوف الكلمة الثانية مكتوبة آيسل وحنا ش راح نلفطها آيل ادنا كلمة اخرى مكتوبة آيسلت آيسلت لكن احنا ش راح نلفطها آيلت اذا حرف الاس اذا كان قبله آي وبعده آيل لا يلفط اذا انت تستخدم الفيديوهات حتى تدرس بهن طالب في المرحلة الابتدائية فانصحك لحدهين وتترك الفيديو اما اذا انت جاي تتعلم وبعمر اكبر من السادس ابتدائي فلا كمل وياي الحالة الثالثة من حالات حرف الاس انه يلفط ز وراح يكون بهاي الحالة اذا كان بين حرفين الل يعني قبله الل وبعده الل فراح يلفط منه راح يلفط ز مثال اشهر كلمة عندنا كلمة visit visit حرف الاس اللفط ز كلمة مثل كلمة reserve ما قرأناها reserve لا reserve الحالة الرابعة من حالات حرف الاس انه يلفط ج اسمعها زيان ج وعدنا كلمتين مهمات جدا اللي هي مشهورة ايضا television television الاس هاي اللفطة ج وليس ز ج كلمة ثانية بمعنى قرار وتقرأ بهذا الشكل ايضا decision زيان فحرف الاس اللفط ج والحالة الخامسة من حالات حرف الاس انه يلفط شنو يلفط شع وكيد راح تقول استاذ اي طبعا مني يجي بعده ايش لا مو هاي اقصد اقصد حرف الاس يلفط شع مثل منو مثل كلمة شو خذناها بالحرف السابق بحرف الار وقلنا الار ما يلفط فما نقول شور نقول شع الكلمة الثانية هي كلمة منو شقع ايضا حرف الار ذكرنا شقع شقع ما نقول شقع لانه قلنا المقطع اي ار في نهاية الكلمة يلفط ا وليس ار وكلمة اخيرة هي كلمة من وح تقول جن لا منشن منشن مراجعة سريعة الحرف الاس انه يلفط س مثل السين في اللغة العربية مثل كلمة سات ولا يلفط اذا كان قبله اي وبعده ايل مثل كلمة ايلاند ويلفط ز اذا كان قبله علة وبعده علة مثل كلمة فيزت ويلفط ج عادة في المقطع س اي او ان يلفط ج في المقطع كامل يلفط جن مثل تلفجن ودسجن ويلفط ش من يكون بهاي الكلمات مثل شو 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 جو منشن بالتوفيق للجميع وبالاخير نقول انت قده